استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ووزراء الإعلام العرب المشاركين في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وفي بداية اللقاء ألقى سعادة السيد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس وزراء الإعلام العرب كلمة شكر فيها فخمة الرئيس المصري ونقل فيها تحيات صاحب الجلالة الملك المفدة وقد أكد سعادة وزير الإعلام أنه لا ينكر فضل مصر إلا جاحد أو يجهل التاريخ أو لا يقرأ المستقبل مثمن أن دور مصر في حماية الأمن القومي العربي وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات سيما في ظوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته كما أكد أن الإرهاب تسبب في أضرار نفادح للأمة العربية خلال السنوات الماضية وقال إن مواجهته بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة وخاصة فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي أشار في هذا الإطار إلى الدور المحوري للأعلام العربي الحريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب وضاف السيسي أنه لا توجد حلول وسط فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب مؤكدا أن مصر تحرص كمبدأ ثابت في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم التآمر أو الإضرار بأحد وخاصة من دول الجوار كما وأكد الوزراء أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام العربي من خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وقدموا عدة مقترحات لتطوير العمل الإعلامي على المستوى العربي من بينها تفعيل مثاقي الشرف الإعلامي العربي وتشكيل لجنة وزارية مصغرة من وزراء الإعلام العرب لتفعيل الاستراتيجية العالمية لمواجهة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر